موسيقى السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مساوات نناقش اليوم اختلاف الوعي والانفتاح وانعكاسات التشدد في قضايا المرأة على انتشار التطرف في المشهد الإسلامي والسعودي بعد عشر سنوات على أحداث سبتمبر ونتساءل عن دور الأحداث في تسريع دخول المرأة إلى المجال السياسي وعن قدرة تنظيم القاعدة على تجنيد النساء بالإضافة إلى ذلك سيكون لإصدارات الإرهاب عشرين ووجه النائم وكتاب الوحشة مساحة في حلقتنا ونحن نستضيف صاحبها الروائي والشاعر السعودي عبدالله ثابت أهلا وسهلا بك أستاذ عبدالله الله يحييكم أهلا وسهلا أستاذ عبدالله بعد يومين يصادف الذكرى العاشرة وتصادف الذكرى العاشرة لأحداث سبتمبر 11 من سبتمبر كيف تقرأ المشهد السعودي والإسلامي يعني من ناحية ربما الوعي من ناحية الانفتاح من ناحية التقبل الرأي والرأي الآخر في المشهد السعودي والإسلامي تحديدا في البداية لا أقدم نفسي كخبير في شؤون الإرهاب ولا مسائل القاعدة أنا مجرد متابع ومهتم بالشأن العام ومنشغل في الأصل بمسائل الأدب والفن والكتاب ما حدث بعد 11 سبتمبر هو أن هناك كثير من المساحات المغطاة التي كانت في العتمة تكشفت وأصبح لدى المواطن البسيط الإنسان البسيط في أماكن كثيرة هذه الأسئلة حول يعني الأمم الكبرى التي تدير العالم النزاعات وجود أمريكا في المنطقة وأشكال وجودها وكيف تعاملت مع هذه الشعوب وهذه الفئات أو المنظمات لا شك أن الأحداث التي توالت بعد 11 سبتمبر أسهمت بشكل كبير في رفع مستوى وعي الناس بحركة السياسة أو بشكل الحراك أو ما يمكن أن نسميه يعني بالتعاطي السياسي ما بين هذه البلدان في المنطقة والقيادات الكبرى في العالم النساء والرجال والشباب على جميع الفئات على جميع الأصلي لا تصنف نفسك كمحل سياسي بل أنت متابع لكنك تكتب مقالات وهناك كتاب إرهابي 20 كيف يكون متابع ويصل لهذه المرحلة؟ يعني الكتابات ما أكتب في جريد الوطن هو أقرب لمنطقة الفنون والإنسانيات أكثر من السياسة وإن كان لا يمكن أن نصل للفن ولا أي شكل من أشكال أدب عن السياسة الإرهابي 20 في النهاية هي رواية وكتابة أدبية أكثر منها كتابة سياسية بل تكاد تكون يعني خالية من السياسة بمعناها المباشر بالمعنى المباشر هي خالية من السياسة لأنها رصد لتجربة إنسانية حتى وإن كانت ملتبسة بحدث سياسي يعني كبير مثل 11 سبتمبر وإن لم وهي أيضا ليست ذات علاقة مباشرة بالحدث 11 سبتمبر هي ذات علاقة ذهنية أو الذهنية التي تنطلق أو انطلقت منها تنطلق منها شخصية القاتل باسم الدين تنطلق منها النفسية والذهنية والذهنية التي تقدم على قتل نفسها وقتل آخرين تحت مسوق ديني وسياسي في مقال من فخخ قلب عبد الله طبعا في صحيفة الوطن قبل أن يفخخ عبد الله عسيري أحشاءه بقنبلة لابد أن أناس بيننا فخخوا قلبه بهذه القنبلة إنه ليست على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التأمل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي طبعا مقتبسة هذه الجملة الأخيرة من ظلال القرآن لسيد قطبة ألم يعني ينقص عدد المقتنعين في رأيك بتلك الفكرة هو لا شك أنه تحديدا في السعودية هناك نجاح أمني لا أحد يمكن أن ينكره في مواجهة الإرهاب لكن لم يكن هناك ذلك الجهد الموازي ولا النجاح الموازي على مستوى الفكر ما زال هذا الفكر موجودا منتدياتهم موجودة على الإنترنت صفحاتهم على الفيسبوك خطاباتهم المتشددة والمتطرفة ما زالت موجودة حتى وإن لم ينتمي بعضهم انتماء مباشرة لجماعات الإسلام السياسي لكنه ينطلق من ذهنية واحدة أو ينطلق من أديولوجيا واحدة كلها تتواطى مع بعضها لتخرج هذه الشخصية العنيفة لتخرج هذه الرؤوس المفخخة بمبادئ القتل واحتكار الحقيقة وإخراج الآخرين منها مهاجمة كل من سوانا بمعنى أن الحقيقة وكل ما سوى كفر وظلال وخطأ والحوار الطريقة الوحيدة للحوار هو قتله إخراجه بمعنى لا حوار فهم ما زالوا موجودين صحيح أن تغيرت الكثير من تكتيكاتهم عن عمد وعن غير عمد لكن ما زالوا موجودين ونماذج حضورهم المتشدد والمتطرف ما زالت تصل إلى حتى الساعة هذا العقل المتشدد وهذا العقل بهذه الشكلية التي تصفها كيف اقتنعت بدخول المرأة إلى المعترك الذي يدور حولهم كيف تقبلت دخول المرأة في العمل المسلح في النهاية هذه الجماعات سياسية في المقام الأول سياسية تستخدم الدين أحد أوراق لعبتها السياسية بمعنى أنهم المرأة التي يحرمون وجودها كعضو وعنصر فاعل في المجتمع لا يرون حرجا في أن يشركوها في عملهم السياسي إذا عملت المرأة في عمل سياسي في جهة أخرى فإن هذا يصبح حرام واختلاط بالرجال وإلى آخر من خطابهم السائد لكن حين يريدونهم أن تشارك المرأة في عملهم السياسي فإن هذا يصبح جهاد طب يعني عفوا يعني كيف تقول ذلك عليهم وربما نحن لا نعرف كيف البيئة التي تعمل فيها هذه النساء ربما هي بالحجاب الكامل كما هم يريدون ربما هي لا تختلط بالرجال هناك سيدات أو سيدة قبض عليها وفاء الشهري وفاء الشهري يعني كانت تؤوي أشخاص في منزلها كانت تؤوي أشخاص ويختبئون عندها في منزلها الإيواء لا يعني أنها تجلس أليس هذا شكل من أشكال الاختلاط وجود رجل أو وجود رجال في بيت إمرأة لو وجد هذا في مجتمع آخر أو في شكل من أشكال الحياة الاجتماعية الأخرى ماذا سيقولون عنه ألن يقولوا عنه أن هذا اختلاط وأن هذا فعل محرم وغاية آخر بمعنى أو ما أقصد في النهاية بغض النظر عن هذه التفاصيل أن السياسي سواء كان دينيا أو لم يكن دينيا أنه يستطيع أن يلوي أعناق النصوص والمبادئ والآراء حينما تكون اللعبة في صالح أو حينما يريد أن يبني جسرا للوصول إلى أهداف وهذا ما يفعلونه تماما يستغلون أن هذه المساحة الكبيرة جدا أو هذه المنطقة الكبيرة جدا من التأويل في الدين من التأويل لصالحهم لكنهم يحرمون الآخرين منها نتحدث أكثر عن تجربة النساء مع تنظيم القاعدة لكن بعد فاصل قصير أهلا بكم من جديد أستاذ عبدالله غالبية النساء التي انتمين إلى القاعدة وتنظيم القاعدة هناك علاقة تربطهم بالمنظمين في القاعدة إما أن تكون زوجات أخوات حتى ليست أخوات غالبا تكون صلة زوجة هل هو استغلال للعاطفة عاطفة المرأة أم أن هناك مسألة أكبر من ذلك؟ قبل هذا الأديولوجيات بشكل عام لاسيما الأديولوجيات الدينية فيها جزء نفعي جزء براغماتي هذا الجزء وفق التأويل الذي يريدونه ويمكنهم من خلاله أن يستحلوا ما يرونه حراما تجاه الآخرين علاقتهم بالنساء سواء النساء أو غيرهم يعمدون دائما في إقناع الآخرين في إقناع الآخرين على الجزء الغرائزي العاطفي بمعنى أنهم يستغلون غريزتي الخوف والطمع الخوف من العذاب من النار من هذا التهويل المريع والرهيب فيما يتعلق بمسائل الآخرة بدءا من القبر إلى الجحيم ويستغلون الجشع أو الطمع بالوعود سواء الدنيوية أو الأخروية أنت الذي سيهدم دولة الكفر وتقيم دولة الإسلام أنت المجاهد أو المجاهدة أنت الذي ستكون تنال إحدى الحسنين إما النصر أو الشهادة أنت الذي ستكون في الآخرة كذا كذا وشهيد وتشفع في سبعي من أهلك وأنت وأنت فهم يغيبون تماما البرهان العقلي ويعمدون إلى الخطاب الغرائزي المباشر ودون شك أنه استعداد الصغار في سن معين من الخامسة عشر إلى يعني فوق العشرين بقليل زايدا النساء لديهم استعداد أكثر للتأثر بالخطاب العاطفي وخصوصا إذا أخذ هذه الصبغة المقدسة يعني عندما اقتيدت وفاء الشهري في عاصفة رملية في الرياض بطريقة درامية ربما يعني تابعتها وانسجمت في قراءتها أثناء قراءة التفاصيل هل تعني مثل هذه الواقعة والإصرار على وجود وفاء الشهري معهم هل تعني ومحدودية حتى الأسماء الموجودة من النساء هل تعني ربما إلى فشل التنظيم في ضم النساء لهم؟ أنا أعتقد أنه التنظيم تراجع يعني الخطاب هذا الخطاب العنيف والدموي تراجع إلى حد ما ليس فقط على المستوى هو فشل فيما يتعلق بمساء المرأة لكنه أيضا تراجع حتى على المستوى الاجتماعي ليس لأن لأن هناك جهد واضح من جهد فكري واضح من مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع بل لأن العالم بأكمله ينفتح على بعضه وأصبح الإنسان البسيط قائد التكسي وباع الخضار والموجود الرجل الشارع أو إنسان الشارع أصبح يرى العالم من طرفه إلى طرفه أصبح يفهم الكثير من الأشياء التي كانت مغيبة عنه بفضل طبعا وسائل الاتصال الجديدة الإنترنت والجوال والفضائيات أعتقد أن هذا العام مثلا 2011 أن الشعوب العربية حصلت على كورس سياسي مكثف كورس سياسي بكل ما تعنيه الكلمة ترى أشخاص في أقصى درجات وحالات الفقر في بلد مثل مصر أو في ليبيا أو في أماكن أخرى أو حتى لدينا أصبح لديهم هذا المنطق السياسي أصبح عندهم هذا الوعي الفهم بكثير من المسائل التي لم يكنوا حتى يعرفون أبجدياتها قبل أحداث بسيطة يعني قبل سنوات بسيطة فهذا الانفتاح الذي يشهده العالم لا شك أنه ساعد المجتمع على أن يكتشف جزء من هذا الخداع حتى وإن لبس لبوسا دينيا كيف تفسر تنقل بعض أعضاء القاعدة بالأزياء النسائية رغم تهميشهم للنساء ورؤيتهم الدونية نعود أيضا إلى مسألة كيف أنهم يستحلون ما يحرمونها على الآخرين مثلا أنهم يقولون لعن الله من تشبه من الرجال بالنساء هم يحللوها ربما في الأشياء الكبيرة ويمارسون الفعل نفسها لكنهم يعطون أنفسهم الأعذار طبعا أنا لست أفتي الآن أن هذا الأمر جائز أو ما هو جائز أنت لا تفتي أنت تهاجم إذا جاء شخص مثلا فنان في إحدى المسلسلات ويقدم دور امرأة أو امرأة تقدم دور رجل تجدين الهجوم العنيف جدا عليهم مباشرة في المنابر هذا الكلام غير منطقي لأن المسلسلات الخليجية بدأت بتمثيل الرجال للنساء ولم تكن المرأة أصلا ظاهرة في الصورة كان الرجال يقومون بدور النساء الفكرة أنه هجومهم على الممثلين وتحريمهم ولعنهم وسبهم وتكفيرهم لا يرونه في حق أنفسهم إلا أنهم يعتبرون ما يفعلونه جهادا وهدف سامي وغاية بينما ما يفعله الممثل هو إفساد المجتمع والآخر من الخطاب الذي يتخذونه كان للمكان حضور واضح في روايتك الإرهابي عشرين ومما جاء فيها الجنوب المسلم كان الشافعي المذهب مليئا بأثر العلم ولعل الجمالية التي تسكن الجنوبيين لا يمكن أن تتناغم مع غير المذهب الشافع المتسامح مع الفنون ولا يتشدد في مسائل المرأة ما إنعكاسات التشدد في مسائل المرأة على انتشار التطرف ما إنعكاسة؟ أرى أن وضع المرأة في أي بلد من بلدان العالم هو الترمومتر الحقيقي هو المقياس الحقيقي لتخلف هذا البلد أو تقدم أو تحضر السؤال ما هو وضع أو هل وضع المرأة الآن أفضل أم الوضع الذي كانت عليه قبل ثلاثين و أربعين سنة حينما كانت الحياة في شكلها البسيط قبل أن تحدث كل هذه التعقيدات و قبل أن يطغى مذهب ما قسري على بقية المذهب و قبل أن تأتي فترة الصحوة و و إلى آخر من هذه الأشياء هل وضع المرأة في هذا الخطاب الجديد الذي جاء من أربعين سنة تقريبا و ثلاثين سنة و اكتسح كل ما سواه و أخرج كل ما سواه هل وضع المرأة فيه أفضل أم الوضع الذي كانت فيه المرأة طيب الوضع الذي كان ليس كان لعدد السكان ربما يعني جزء من السبب كبرت القرية و أصبح يعني كان الجار يعرف الجار الآن أصبح الجار لا يعرف جاره ولا يعرف حتى والعوائل كبرات و عدد السكان هذا لا يعني لا يصلح أن يكون مسوغا لأن كبر المجتمعات يعني أن تكبر تشابكات العلاقات فيها و ليس العكس بمعنى أنه يحل الجار البعيد أو يحل الآخر محل القريب محل ابن العم فتصبح العلاقة التي كانت تربط أبناء القرية الواحدة تصبح علاقة مدنية لكن صارت هناك هجرات من المدن و القرى و جاء بعض حتى في عسير حتى في صحيح لكن هل يصل هذا أن يكون مبررا في أن تغلق الأبواب في وجه المرأة حوالينا أو بجوارنا بلدان حالة الخليط الاجتماعي فيها أعلى بكثير جدا مما نعيشه نحن في السعودية حتى في مدن تعتبر منفتحها إلى حد ما مثل جدة لكن هناك مدن من حوالينا أو بلدان من حوالينا حتى في الخليج الخليط الاجتماعي فيها أكثر تنوعا وأكثر تعددا والآتين من كل مكان و مع ذلك لا يوجد هذا الانغلاق أو هذا الحالة من معاملة المرأة وفق هذا التشدد اتجاهها في كثير من المسائل لنأخذ مثالا يعني مسألة المرأة والمستلزمات نعم دعنا لنقش لف المرأة أكثر وربما حتى الحلول والأسباب لكن بعد فاصل قصير ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد وبالرواء والشاعر السعودية أستاذ عبد الله ثابت أستاذ عبد الله يعني كلنا نتحدث عن بيع المستلزمات النسائية قبل الفاصل وتطبيق هذا القرار هناك قرارات يعني يتم توفيرها في السعودية ولكن لا نراها فعليا في الواقع ما السبب في رأيك؟ يعني هذا مدعال فعل التساؤل وإلى أي مدى أن القائمين على مثل هذه القرارات لديهم القوة في إمضاء قراراتهم يعني خرج وزير العمل وقال أن التجار لديهم مهلة شهر لتأنيث المحلات النسائية ومرت جهور والآن يعني مضى الكثير من الوقت ومع ذلك لم يطبق القرار هل هناك مواجهة في الخفاء مواجهة ما بين أصحاب الخطاب المتشد تجاه المرأة وتجاه المجتمع بشكل عام وما بين القائمين على مثل هذه القرارات التي أرى أنها قرارات مهمة مهمة جدا حتى وإن تكون في شكلها أو في ظاهرها بسيطة وصغيرة لكنها على المدى البعيد أعتقد أنها قرارات جوهرية في تحول المجتمع كاملا مسائل قيادة المرأة مسائل معاملة المرأة سفرها حقوقها استخراج الجواز استخراج الجواز الحضانة والنفقة وهناك مسائل متعددة كل هذه المسائل دائما يجهضها هذا الخطاب المتشد ويقول أنها ليست يعني أنها ليست من أولويات مشاكلنا في السعودية بينما هي على المدى البعيد حتى وإن تكون تفاصيل صغيرة مثل قيادة المرأة ومستلزمات النسائية هي في شكلها تفاصيل صغيرة لكنها على المدى البعيد التحولات جوهرية وحقيقية في تركيبة المجتمع بالداخل بمعنى أنه ستتحول تتحول الشخصية الاجتماعية السعودية سواء الرجل أو امرأة مع مرور الوقت لو طبقت هذه القرارات وسنحصل على مجتمع بشكل جديد بأخلاق جديدة بقيم جديدة بتعامل وتعاطي جديد ما بين الجنسين إذن هنا نعود للبداية عندما سألتك عن مدى الانفتاح الذي تشكل بعد أحداث 11 من سبتمبر أين الانفتاح إذا كان هذا الوضع ووضع المرأة لا يتغير بهذه السرعة هناك عشر سنوات مرت يعني هناك تقدم نحو الإمام حتى وإن كان بطيئا لكن هناك تقدم وما يعني أنا في البداية بالانفتاح صحيح أن هناك محاولات وخصوصا من يعني الجهة أو بعض الجهات العليا الموجودة في الدولة لديها هذا التوجه في أن يتسع لها مش الحرية الاجتماعي لكن يرى البعض أنه ليس من الحكمة مواجهة التيارات الدينية المتشددة وأن على المجتمع أن يأخذ هو دائما المبادرة وأن يتم هذا التحول بهدوء وبطء حتى لا يحدث هناك أي اهتزاز قد يثير يعني أي ضوضاء أو مشاكل داخل الحالة السعودية العامة يعني ماذا عن يعني البيانة الإصلاحي وبيانة الملكية دستورية الذي وقع عليه معظم الليبراليين في السعودية لم يكن سببا ربما العودة للتوجه للتيار المتشدد بعد فترة ربما من المساواة الأقل بين التيارين أولا أرى أنه يوجد لدينا تيار لبرالي في السعودية هو يوجد تيار ديني وأصوات لبرالي لكن لا يوجد لدينا تيار لا توجد لدينا نقابات ولا مؤسسات ولا مراكز قوة غير معترف به موجودة على أرض الواقع تمثل تيار أو تمثل ما يمكن أن نسميه تيار الليبرالي توجد أصوات لبرالية مثل هذه المطالبات التي تحدثت عنها لم تكن مطالبات لبرالية ولم يوقع عليها الليبراليون فقط بل تصدر تلك البيانات العدد كثير جدا من الإسلاميين بل من الأسماء الخمسة والعشرة الأولى يمكن ثلاثة أربعة أسماء من من يمثلون الخطاب الإسلامي هو كانت بيانات حقوقية وليست بيان لبرالي المكافأة التي حصل عليها التيار الديني في السعودية بعد الأحداث التي مرت أو بعد أن فشلت الدعوة المشبوهة 11 مارس للتظاهر وأن التيار الديني ممثلا في هيئاته الموجودة في السعودية أنه حرم وجرم التظاهر وآواء إلى آخر فحصلوا على مكافأة لكن أنا شخصيا أعتقد أن الناس لم تخرج في السعودية لعدة أسباب يأتي على رأسها أولا وفعلا الدعوة لم تكن دعوة دعوة بريئة لم تكن دعوة بريئة ولا دعوة حقوقية كانت دعوة مشبوهة وربطها والحمد لله لم تحدث لأن إذا كانت بدايتها بداية طائفية وتسميتها حتى لها تثير حساسية جدا ما بين السنة والشعالة كانت الأمور سيئة جدا يعني تقصد أنهم لم يخرجوا لأنهم لم يقتنعوا من الأساس بهذه الأمور لم يقتنعوا لكن ليس سمعا لكلمة رجال الدين في السعودية الذين حرموا يأتي هذا في مرتبة متأخرة جدا يأتي قبلها أولا عدم قناعة المجتبع مثل مشروعية هذه الدعوة الأمر الثاني الشعبية الجارف التي الشعبية الموجودة للملك عبد الله له شعبية وقبول اجتماعي واسع جدا أيضا هذا سبب جوهري أهم بكثير من أن تجير المسألة كلها من أولا إلى آخر مثلا أن لا يحدث مثل ما حدث مع خلد الجهني فيها حتى سيول جدة لم يتحدث الناس لماذا ماذا عن عامل الخوف لا أظن وأظن أنه خرج مجموعات بسيطة المسألة ليست خوف بقدر ما هي أنه لم توجد إلى الآن دوافع الدوافع التي يعني لم يسحق الإنسان السعودي إلى درجة مثلا أن يخرج بالشكل الذي خرج به المصري أو التونسي أو الليبي أو ما زال الإنسان السعودي يحصل على لقمة عيشة حتى ما زال يحصل على لقمة عيشة ما زال يحصل على كرامة صحيح أن هذه الأشياء ليست كاملة ولا تامة كما يفترض لكنها أيضا في الجهة المقابلة ليست مفقودة أو معدومة حتى يعني يتحرك مجتمع بأكمله إن كان هناك فئات بسيطة حينما ننظر إلى مجتمع مثل المجتمع المصري إذا كان الغالبية في ما فوق الأربعين إلى ستين في المئة دون خط دون الحد الطبيعي من الحياة الحياة الأبجدية الأفباء الحياة الإنسانية من الطبيعي إن هذا المجتمع ينفجر لكن نسب الفقر والبطالة والوائل آخر لدينا لم تصل إلى مستويات تجعل المجتمع بأكمله يتحرك الناس لم تضع أيديها على بطونها بعد تقول تقول بأن المطالبة بالإصلاح وبالملكية الدستورية كانت خليط من التيارات ومن النماذج إيقاف أستاذ الدكتور تركي الحمد ودكتور أميرة كاشغري و أستاذ أمل زاهد ما السبب يعني إيقافهم على كتابه الكل أشار إلى وجود أسماءهم في تلك البيانات هناك أسماء أخرى وقعت ولم توقف نعم يعني يبدو أن إيقاف مثل هؤلاء يعود إلى قرار داخل الصحيفة التي يكتبون فيها وليس إيقاف يعني ليس لأنه توجد أسماء أخرى مثلا وقعت أن تعمل وتكتب في نفس الصحيفة يعني لا أعرف فعلا لا أعرف عن كواليس هذا الأمر لكن حينما نضعها تحت التساؤل هذا الأمر هذا البيان وهي تكتب في صحف أخرى ولم توقف لكن غالبا تكتب في صحف يعني لندنية وليس محلية يعني هناك أسماء مثلا الدكتور عبد الرحمن الحبيب ما زال يكتب حتى اليوم وهم الأسماء التي وقعت لماذا لم يوقف يعني إلا أعتقد أن هذا كان قرار داخلي أو ربما كان هناك حساسية أو تفاصيل بداخل المؤسسات التي يكتبون فيها ربما لا علاقة لها أصلا حتى بالبيان أنا فعلا لا أريد أن أتحدث عن شيء لا أعرف طيب هل لأحداث سبتمبر علاقة بدخول المرأة في المجال السياسي في المنطقة لا يمكن أن نفصل يعني ربما تسريع نيل المرأة على الحقوق لا شك لا شك أن الغرب بقيادة أمريكا اقتنع اقتنعت بأن ما يتعرض لها الإنسان في هذه البلدان العربية ما يتعرض له من القمع وكبت الحريات من الفقر وإلى آخر وحصوصا المرأة أنه واحد من أكبر وأبرز العوامل التي تدفع الإنسان إلى أن يستخدم يده إلى أن يعطى العقل ويبدأ يبدأ يفكر في العنف ولذلك صارت تأتي هذه القناعات من الداخل ومن الخارج أنه فعلا يجب أن يكون هناك حضور للإنسان بشقيه الرجل والمرأة أن يكون له حضور أكبر وأوسع في الحياة الاجتماعية في الحياة السياسية وإلى آخر كيف تجد نظرة الغرب للإسلام بعد أحداث سبتمبر يعني اليوم مرت عشر سنوات على أحداث سبتمبر كيف ترى النظرة اليوم الإسلام ليس مسؤولا عن 11 سبتمبر المسلمون هم المسؤولون عنه وليس كل المسلمين شريحة معينة أو ذهنية معينة حتى وإن كان يمثلها ديولوجيا أو أشخاص محدودين لكن هؤلاء الأشخاص المحدودين يمثلون خلفهم يعني أعداد قد تكون كبير فليس المسؤول هو الإسلام وأعتقد أنه الغرب لديه هذا الوعي ولذلك لا أرى أنه كان هناك مشكلة مع الإسلام بقدر ما هي مشكلة مع من يحملون فكرا متطرفا عدوانيا وعنيفا المزيد لكن بعد فاصل قصير أهلا بكم من جديد في جزء الأخير مع الرواي والشاعر السعودي أستاذ عبدالله ثابت أستاذ عبدالله قلت في إهداء ديوان كتاب الوحش إليك أيتها الأرض الشاسعة بكل البشر والكائنات لن أسامحك أما أنت يا قبضة الطين التي خلقت منها أنا آسف لم أتوقع كل هذا لماذا أنت متحامل على الأرض ومتألم حتى من الطين هناك مقولة أرنستو ساباتو الرواي الأرجنتيني الشهير معنى العبارة وين كنت لا تذكرة بحرفيتها أن المتشائمين هم هم أكثر الناس بناء للحياة هذه أولا تهويمة جمالية صحيح أنها مليئة بالتشاوم والغضب الوجودي لكنها أيضا بداخلها بداخلها هذا الغبل تجاه تجاه العدالة تجاه الإنسان تجاه يعني الكثير من الأشياء التي تؤرق قلب وتأملات الشاعر أو الكاتب أو المشتغل بالفن أو الإنسان بشكل عام يعني الإنسان الذي يوقض قلبه من حين إلى آخر في فبراير صدرت روايتك وجه النائم وفيها تحدثت عن رجل سعودي في منتصف الأربعينيات جعلته ربما المآسي شخصا مضطربا بنظر الآخرين يعني قصة طول أخيرا يعني صار ناقمة وتزوج من فتاة لبنانية هل تريد تنبيه الوعي يعني المجتمع السعودي إلى الخلل الموجود داخله في ربما العلاقة بين الجنسين له لم يتزوج فتاة لبنانية هو تضبط بعلاقة علاقة في الغيب حتى لا يعرف أنها لبنانية هذا العلاقة هو يسمع هذا النداء وكل إنسان مننا لديه نداء داخلي مجهول هذا النداء أو هذا المجهول في مستقبل وفي قادمة قد يكون شخصا قد يكون قدرا قد يكون تكون حادثة معينة فكان في داخل هذا النداء وهو يركض خلف هذا النداء مذ البدء أو درجة الشفافية العالية التي لديه تجعل يركض خلف هذا النداء قادتها الأقدار والصدفة إلى أن المكان الذي كان يخبئ فيها أسرار هو نفس المكان الذي توجد في هذه الفتاة التي رأت عن طريق الصدفة وصارت تذهب إلى نفس الحفرة التي يضع فيها أسرار وتطلع على كل ما كتبه وكل ما يعجبه دون أن يعلم دون أن يعلم فهي علاقة مفترضة بمعنى أنك كلما أصغيت إلى هذا الصوت الشفاف والعميق الموجود في داخلك واكتشفته فإنك تصل إليه حتى وإن لم تعلم تعلم يقينا يعني علاقة كونه يوجد هناك قسوة في المجتمعات العربية بشكل عام وفي المجتمع السعودي بشكل خاص هذا شيء لا أحد ينكر لسنا مجتمعات ملائكة بل نحن مجتمعات درجة الرقيب الاجتماعي فيها عالية لدرجة تلغي الخصوصية نحن مجتمعات قيمة الجماعة فيها أعلى من قيمة الفرد إن كان هناك أصلا قيمة للفرد بشكل مستقل وطب طيب هل يمكن يعني اعتبار الثورات العربية الحاصلة الحالية يعني هل يمكن اعتبارها متباعيات أحداث سبتمبر خصوصا وأن هناك من الحكام العرب من يشير إلى أمريكا بتحملها هذه الدفاع مؤامرة قصص المؤامرة والتدخلات الأجنبية وهناك حتى الملك عبد الله بن عبد العزيز يعني هاتف الرئيس أوباما أيام يعني خروج والتنحي الرئيس مبارك وطلب منه عدم التدخل بداية لا يمكن أن كل هذه الملايين من الشعوب التي خرجت للساحات لا يمكن أن تكون هذه الشعوب خرجت بدافع المؤامرة وأن جهات أجنبية خرجتها وإذا افترضنا أن هذه المظاهرات التي حدثت في هذه البلدان ليست بريئة على افتراض أنها ليست بريئة وأن كل هذه الملايين فعلا لا تعاني من قمع ولا ظلم ولا كبتل الحريات ولا تعذيب ولا اعتقالات لم تقهر ولم تصادر حريتها أن كل هذه المجتمعات خرجت لأنها استجابت لمؤامرات أجنبية فيكفي أن هذه المجتمعات خرجت لتقول أنها تريد أن تحصل على حريتها لتقول أنها تريد أن تصبح جزءا مهما ومباشرا في اختيار مصيرها ولاحظي أن في كل هذه في كل الثورات التي حدثت سواء تداء بتونس ثم مصر ثم اليمن فاليبيا وسوريا كل هذه المظاهرات التي خرجت كانت في البداية تطلب كانت تطالب بالإصلاح كانت مطالب شعب مشروعة لكن همجية الأنظمة وكيف تعاملت معها بالقمع والتعذيب والقتل وهذه الحصيلة من الآلاف التي مثلا نراها الآن في سوريا هي التي هذا الشكل من المعاملة هو الذي طور خطابات الشارع وطور خطاب المجتمع إلى إرادته في أن يسقط هذه الأنظمة هنا شعوب نجحت ونبارك لها نجاح وشعوب ما زالت تنتظر ونتمنى هذا الربيع العربي ينعكس على كل البلدان بالحريات بالحياة بالتنمية تتغيير أوضاع لكن هناك متشائمون مما حدث ما بعد الربيع ما بعد خروج وتنحية حسني مبارك والرئيس السابق وبن علي هناك تشاؤم ما سيأتي في أسوأ أحوال لن يكون أسوأ مما مضعه يعني مثلا ما سيأتي في ليبيا مهما كان سيئ فلن يكون أسوأ مما كانوا عليه مع القذافي طيلة 42 سنة يعني هذا النظام المجرم الذي يقتل في بضع ساعات في سجن أبو سليم ألف ومائتين شخص بلا شفقة ولا رحمة سيكون هناك ما هو أسوأ النظام السوري الموجود الآن هذا النظام المجرم في خمسة أو في خمسة أشهر حصيلة القتلة تقترب من الثلاثة آلاف إلى الآن فما سيأتي بعد هذه الأنظمة لن يكون في أسوأ الأحوال أسوأ مما هم فيه الآن ومما مضعه كيف قرأت ردة فعل الكتاب والمثقفين والإعلامين العرب والفنانين في بلدان الربيع العرب التي حصلت الآن الحقيقة المواقف متفاوتة هناك مواقف من المثقفين والفنانين والإعلاميين مواقف مشرفة انحازوا للشعب والمطالبات والحرية وهناك مواقف مخزية ويعني أظن كل صاحب موقف يعني سيحصل أو عليه أن يتحمل نتيجة موقفها سواء يعني إيجابا أو سلبا في كتاب حرام سي في قدمت مزيجا من الصور والأغاني والمحادثات يعني هل كانت محاولة للوصول إلى جيل الشباب لدي اقتناع من سنة الالفين وسبعة اللي نفس السنة اللي أصدرت فيها كتاب حرام أن الانترنت سيكون سيكون أداة تاريخية تتحكم وتتحرك في مسار بلدان وفي مسار شعوب وحضارات كامل ومن حين صرت أكتب في جريت الوطن مقال وأستعمل فيه روابط من الانترنت الكتاب حرام الذي أخرجته صرت أستعمل فيه أيضا الانترنت كان الرهان على أفق قادم وتعامل معه الشباب يعني أنا أعتقد أن الذين يتقبلون ما أكتبه بشكل أكبر وأوسعهم جيل الشباب يعني جيل الشباب من الخمسة عشر إلى الثلاثين علاقتي معهم أو علاقتي معهم كاتب علاقة ممتازة جدا من خلال علاقتك وباختصار هل جيل الشباب اليوم أكثر واقعية من الجيل السابق لا شك أن هذا الأجيال لديها فرصة أكبر لأنها حصلت على أبواب مفتوحة أكثر حتى وإن كان المستقبل مربك ومخيف ومقلق نوعا ما لكنهم يحظون الآن بفرص لم تحصل عليها الأجيال التي سبقتهم وأعتقد أن الشباب في كثير من البلدات العربية فاجأون هذه الشعوب التي كنا نعتقد أنها انقرضت وماتت تماما خرجت في لحظة من لحظات من قمقمها من كان يقول أن المجتمع المصري بعد كل ما وصل إليه من الفقر والتردي وأنه سيخرج هذا المارد من قمقمها في 23 يوم باختصار أيضا أظن 18 يوم نعم باختصار أيضا الابتعاث ما علاقته هل له علاقة بأحداث سبتمبر بعد حصول أحداث سبتمبر والتشدد الذي شهدنا في المطارات الأمريكية هل كان الابتعاث ربما حل أو تطفئ أو تهدئ بين السعودين وحتى الفيز كانت عليها مشكلة الآن بدأت تخف السفر إلى هناك لا أنا أعتقد أنه مسألة الابتعاث هي قرار داخلي حكيم ورؤية ألم نتخوف حتى من ردة الفعل لا لا أظن هذه رؤية ممتازة جدا من القيادة السعودية الملك عبدالله نعم قد تكون إيجابية ولكن أنا أسأل هل لها علاقة أعتقد أنه قرار داخلي هؤلاء يعني يتجاوزون الآن مئة ألف سيعود منهم على أقل تقدير عشر عشرين في المئة وهم يعني يمكن الرهان عليهم في بناء مجتمع آخر في مرحلة من تاريخنا السعودي شكرا جزيلا لك أستاذ عبدالله ثابت الروائي والشاعر السعودي شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه الحلقة أهلا وسهلا شكرا لكم مشاهدينا لطيب المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر